في عندنا أيضا من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اننا صنفنا الموارد بتاعتنا أولا احنا قلنا المورد هو كل ما يصلح لإجباع حاجة الإنسان المورد صروة اكتشفها الإنسان وتمكن من استغلالها حاجة نعرفتها وقدرت استغلها واستفيد منها واحنا جينا قسمنا الموارد إلى 3 أنواع حسب مصدرها وحسب التوزيع الجغرافي بتاعها وايضا حسب التجدد والاستمرار من حيث مصدرها قلنا ان في موارد طبيعية اللي هي بجدها الإنسان دون جهد من جانبه اللي هي هبة من الله وفي موارد بشرية اللي هي ما أقامه الإنسان طبعا بعلمه زي وسائل طرق النقل والمواصلات زي المصانع زي تجمعات السكنية وما إلى ذلك وقلنا في عندنا الموارد قسمناها حسب التوزيع الجغرافي إلى موارد واسعة الانتشار ومتوسطة الانتشار ومحدودة الانتشار ومحدودة الانتشار جدا وهنتكلم عليه وإحنا بنحل وايضا في حسب التجدد والاستمرار قلنا في موارد متجددة وفي موارد غير متجددة الموارد المتجددة اللي هي بتظل موجودة في البيئة بصورة مستمرة لقدرتها على التجدد والاستمرار وإدينا أمثلة عليها قلنا إن إحنا عندنا المية والنبات والحيوان لقدرتها على التقاصر أو لدخولها في دورات وقلنا في موارد غير متجددة ودي بتنفذ باستخدام الانسان لها لأنها بتحتاج ملينيستينة عشان تتكون زي المعادن ومصادر الطاقة بعد كده اتكلمنا على موارد المية على سطح الأرض وصنفنا الموارد المائية حسب الجريان بتاعها إلى ثلاث أنواع قلنا في عندنا مياه الأمطار ودي المصدر الرئيسي لكل أنواع المية سواء كانت مية عزبة أو مية ملحة على سطح الأرض أو مياه جوفية أي مياه موجودة على سطح الأرض مصدرها الرئيسي هو مياه الأمطار تاني حاجة اتكلمنا عن المياه السطحية لما بصنف أنواع المية أو الموارد المائية حسب الجريان وقلنا فيه عندنا المياه السطحية اللي هي البحار، محيطات، أنهار، بيرك، مستنقعات كل ما هو موجود على سطح الأرض وقسمنا الحاجة التالتة المياه الجوفية وقلنا هي المياه الموجودة في باطن الأرض وقلنا المياه الجوفية ديت احنا قلنا فيه منها مية ملحة وفيه منها مية عزبة المياه الجوفية قلنا إن هي فيه منها موارد متجددة يعني بتتجدب باستمرار مهما أسحب بأنها تفضل موجودة لأن فيه مصادر بتزودها ممكن أسحب المياه الجوفية تنزل مياه الأمطار بتزودها أو بسحب المياه الجوفية فيه نهر مياه بتتصرب لمياه الجوفية فبترفع منصوبة فما بتنتهيش فيه مياه جوفية غير متجددة ودي اللي نزلت أو مخزونة في باطن الأرض منذ فترات طويلة أيام الفترات المطيرة ودي بتنفذ نتيجة استخدامها طيب أيضا صنفنا الموارد المياه حسب درجة الملوحة وقلنا أن فيه مياه عزبة وفيه زي المياه الأمهار وبعض مياه أو مياه الأبار وقلنا أن فيه مياه ملحة ودي درجة ملوحتها أو بتكون بيطلق على المياه مياه ملحة لما تكون درجة الملوحة أو نسبة الأملاح فيها 6 من 10 جزء في الألف المياه الملحة منها زي ما قلنا البحار المحيطات المياه بعض أنواع أو بعض المياه الجوفية دي كلها بتكون مياه ملحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر